اول حاجة ان شاء الله يحمل في تطور مادية تانية هتريح كده بقى ان شاء الله والحالة المادية هتظبط شوية وهنبتدي بقى عندنا شوية امان من الحالة المادية في عجرة حظ كمان باذن الله الحظ هيدور اما انت هتبتدي بيزنس اللي بيبتدي بيزنس دلوقتي يا جماعة الوقت كويس جدا جدا عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني اي ان كان في عجرة حظ عندك والدنيا العجرة دايرة دايرة ان شاء الله في تيصير في الامور الدنيا باذن الله فيها تسهيل فيها تسهيل متيسرة عندنا queen of ones في قيادة بقى شوية دلوقتي يا حمل قائد في مجالك المجالة اللي انت فيه يعني لو انت بتشتغل في شغل ادمت مثلا فبقى لك لا بقى ليك position فيه فقى ان الناس انت بقوا تابعين لي من الشرط على فكرة تكون وصلت المحرك انت مدير او حد انت فوق حد بس بخبرتك وقدميتك بقيت قائد في مجالك انا بشوف الكارت دا كمان بيديه بارسلة تانية خالص غير الموجودة في الكتاب دا يحمل انت عندك العقل وعندك المشاعر الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض الشهر دا والقطة الحلوة اللي قاعدة قدامك دي دي شخص منك شخص منك شخص قراب منك جدا بيحميك واقف قدامك حاس يصد عنك ويمي عنك اي ازا انت عندك حماية واضح ان عندك حماية من شخص انت عزيز عليه جدا فيه كمان كارت مش لطيف الناس اللي مش شكين ان ممكن يكون في علاقة سلسية في حياتهم سواء هم او شركهم دي طاقة علاقة سلسية بليز كأنكم مسمعكوش حاجة الكارت دا بيبقى معناه الاحتفال كويس احتفال بشيء معين مثلا برضو ميلة ان هو مش احتفال دي فيه حد فيه عنده علاقة تالتة هسألوكم الموضوع اكتر مش شرط تكون العلاقة قامت بالفعل ممكن يكون مجرد تفكير شخص تاني الحمل تفكر شخص تاني غير اللي معاه وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بفكر في حد تاني او ممكن يكون في علاقة مع حد تاني الصوت طيب ترتب عليه هنا بعد انا شايفة هنا فرق بعد مرحلة من المعافرة والخناء والدفاع عن النفس او المنافسة في حال منافسة جديدة في حال التوتر بالنسبة للموضوع ده بس انا عايز اتمنكم ان الموضوع هيهدى يعني المية اللي بتتحرك كتير فيه اكشن كده كان حاصل المية اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي هتبك تهدى الصوت طيب اعمل ايه طيب بالصوت ده يا جماعة عشان الصوت تبقى كويس انا لازم اشتري مايك طيب قولولي كده لو الصوت بنسبة لكم كويس انا قربته بنبتدي نبعد عن المية اللي بتتحرك بسرعة دي ورايحين لمية هادية انشاء الله يعني انت ان شاء الله عديت بمرحلة او هتعدي بمرحلة فيها شوية نزاعات وشوية مرسي يا لون فيها شوية اكشن ويعني فيها شوية احداث متتالية بسرعة جدا ورايح للمكان اهدى ان شاء الله فيه ناس بتقول الصوت وحش وفيه ناس بتقول الصوت حل اللي عنده مشكلة في الصوت يا جماعة يخرج ويدخل تاني طيب شايفة حالة المعزال او حالة انسحاب من الحمل قرر ان هو ينسحب بناء على الحالة التواطر اللي هو فيها دي قرر ان هو ينسحب ويفكر لوحده بهدوء مش عارفة ليه الدنيا ابتدت تقلب معي دلوقتي الحاجة تانية خالص شكلك كده يا حمل تسرعت واطلقت حكم منش صحة ليه شايفة شريك بيحب شخص بيحب بيقدم لك شيء بيحبك بجد دي مشاعر حقيقية المشاعر دي مشاعر حقيقية ركز كده يا حمل يمكن تكون تسرعت وما كانش فيه علاقة سلساءة وحاجة يمكن يكون دي مجرد اوهام في دماغك حنشوف دلوقتي حيأكد هالي الحالة العطفية حنشوف بس خايا نتكلم في المجمل حالة صحية الحمد ان شاء الله كويسة باين عليها كويسة دي الدن في تطور مادي زي ما قلنا في عجلة حظ بالدور في تأسير في الامور لاني ان شاء الله هتبقى اكتر مرونة شايفة قيادة وشايفة عقل وقلب ماشيين مع بعض على خط سواء وشايفة هنا كمان حد بيحميك ووقف قدامك حارس شايفة طاقة علاقة سلساءة يعني النتج عنها حالة صراع وخناقة كبيرة جدا شايفة حالة انسحاب وتفكير بتماعهم بتفكر لوحدك عايز تفكر لوحدك عايز تنعزل عن العالم يعني عن الحواليك مش عايز تكون مع حد هيتأكد القراءة اللي انا شفتها دي اذا كانت صح ولا لا وانت فعلا قسقت الحكم او ظلمت شريكك ولا لا هيبان بس انا شايفة ان الشريك بيحبك الحمل بالوقتي اللي مع شريكه شريكه بيحبك بالنسبة للناس بالنسبة للناس بالنسبة للناس دي مشاعر جديدة مشاعر جديدة مشاعر يعني اللي هي في اولها اللي هي تبقى مرهفة دي الناس اللي ما عندهمش ارتباط من الحمل الشهر دا بإذن الله في مشاعر جديدة شايفة فراء بس دا مش طبعا ما اعتقدش انها مش بالسرع عادي ان يحصل الفراء دا في فراء في بعد بس البعد دا لمصلح طاقيا حمل بس الدنيا شكلاها تهدى في ميا هادية بإذن الله هتعدي بيها دي القراءة اللي انا شايفاها انا مش قادرة استنى وعايزة اشوف القراءة العاطفية اخبارها ايه عشان اعرف اللي انا شفته دا مزبوط ولا لا تمام اللي هيسألني فيه صفر ولا لا الحمل انا مشوفتش كارت صفر الشهر دا الحالة الصحية كويسة والحالة المادية ان شاء الله في تطور ان شاء الله عشان ايه هنهت بعد الشرع عليك يا حبيبتي الصوت لو سمحتي ميلو يا بابينة الصوت كويس عالفكرة يا جماعة هنصوت هنصوت الابراج دي يا جماعة بعد لما هنخلص اللايف النهاردة هنبتدي تصويت الشهر الجديد والابراج الجديد اوكي مفيش صوت طب يا جماعة اللي عنده مشكلة في الصوت ممكن يجرب يدخل اه يخرج من اللايف ويدخل تاني تماما اه اوكي الصوت حلو وواضح اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عمدي مشكلة مرسين يا سنين تانكيو 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 اهي اهي من نوكو هيد بسم الله الرحمن الرحيم طيب ماشاء الله طيبة حلوة جدا 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 طيب واضح يا حمل الناس اللي قلوه صحي جدا اللي شكين في علاقة سلسية او ان شركهم بيخونهم اه انت تصرعت يا حمل الموضوع مش كده ولو كان حصل بالفعل فهي معياش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هافوة غلطة يعني انت اللي في القلب في عمين قصدي ممكن تكون غلطة حصلت لكن ما هيش علاقة يعني علاقة لا هي ما وصلتش للمرحلة دي ممكن تكون هافوة لاني شايفه شايفه الطاقة كويسة جدا الطاقة اسرة سعيدة الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة بديدة الشريك الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام قاعد بتطلق احكام يعني بالراحة عليه شوية يا حمل لانه واضح ان انت تسرعت فعلا اتمنى يكون كده انت شايفه ازاي انت شايفه حبيب رجوع شخص يعني بتحبه شخص عزيز عليك جدا شخص قريب لقلبك الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة هلبطال فرص جديدة لعلي اكون سبب انه السوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عندك وده بتدي نسلحه دي فرص جديدة دلوقتي هنبتدي نبتي ندي فرص ان شاء الله للبعد وهتستغلوها كويس وبصوا خبر حلو ازاي تسمعوخ خبر حلو وفيه شمس بتطلع نجاح الهلوخ بإذن الله نجحة وفيها سعادة وفيها امان وحاجة بسم الله ما شاء الله هيسا جدا. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل انها هفوة يعني عديها عديها مش مش مقصود بيها خيانة ومش مقصود بيها انو يبقى دعمك خالص. لا الشريك لا الشريك بيحبك ما في المينة ما في المينة طيب تعالوا نشوف المجموعة التانية وولاء كيز حبيبتي اختار لنا بقى بالنينة النهاردة للقراءة الخاصة المجانية. بص يا ملنة ممكن تكون علاقها قديمة بس هاي مشاعر جديدة بتحسوها البعض ممكن تكون قديمة احتمال. مرسيا صحر قوي قوي اسلاميلي يروح باذن الله ميكب ارتست زوزي. فالانا فسح قوي بشكرك يا ام خالد. حاجة محمد اسلاميلي بشكرك. باذن الله باذن الله باذن الله حبيبتي كل الخير ان شاء الله ليكم. ساورة لو انت ساورة انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الشهر ده. فيه شخص هيظهر ان شاء الله. او يعني في الفترة اللي جاية دي. بشكرك جدا يا واقل شكرا شكرا. يا سامي يا رباني خليك يروح ايه الكلام الحلو ده اسلاميلي. طيب. طيب. نشوف بان مجموعة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حيرة جمدة يحمل حيرة من حكتين في حكتين من حيارينك مش حقا واحدا حكتين شكرا